أبدأ معاك يا دكتور عاصم إيه هي العوامل اللي خلت الزلزال في تركيا وسوريا بهذه الدرجة المدمرة؟ في الأول بحب أرسل تعزينا لأهلنا لأهل الضحايا بالزلزال في سوريا وفي تركيا الزلزال ده يعتبر فريد يعني حاجة شفناها في العصر الحديث الفكرة كلها أن صدع شرق الأناضول ده صدع ممتد أكتر من 200 كيلو بين سوريا وتركيا الصدع ده حصل عليه زلزال تاريخي في شماله سنة 1939 وتجاوز عدد الضحايا 30 ألف والإصابات حوالي 100 ألف معلش صدع هدبة الأناضول اسمه؟ صدع شرق اللوح الأناضولي اللوح الأناضولي ده بين سوريا وتركيا بين اللوح العربي والجزء الخاص باللوح الأناضولي اللي احنا بنسميه دي ألواح تكتونية دي طبقات مثلا صخرية يعني عبارة عن إيه؟ الألواح التكتونية دي عبارة يعني في حاجة اسمها نظرية الألواح التكتونية منذ قديم الأزل يعني هكلم ملايين السنين الكارات كلها كانت قارة واحدة اسمها البانجيا فبدأت تتجزأ لحد ما خدت الشكل ده على مدار الزمن الجيولوجي فيه عندنا ظهر في عصر الجراسي الديناصورات وبعدين انكردت وصولا للعصر الحديث اللي هو شكل الكارات اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي هو السبع أو تسع كارات بتتحرك فيما بينها بطريقة مستمرة وقارات تتحرك فيما بينها بالضبط الجزء ده هو نتيجة زلازل نتيجة الصدوعة 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 دي بتحصل ازاي؟ ده كسر في الكشرة الأرضية نتيجة ضغط وحرارة كاملة مهولة وبيحصل بعد كده الكسر الكسر ده بيحصل انزلاق على طول الصدع ده اللي بيولد الزلزال نتيجة الهزة دي الانيرجي اللي بتتولد أو الطاقة اللي بتتولد من الصدع بتستمر في موجات في الطبقات المختلفة ولحد ما تمشي يعني في بعض الزلزال زي الزلزال الكبير ده بممكن يمشي في الكرة الأرضية يعني في مراصد عالمية بتبدأ تقدر ترصد الزلزال سواء في أمريكا الزلزال ده متسجل في محطات في أيسلندا متسجل في الشبكة القومية للزلازل بالمعهد قومي البحوث الفلكية بالضبط كده أنا أحب أن أوضح أن الشبكة القومية للزلازل هم حوالي 80 محطة موجودين متوزعين على مستوى الجمهورية بيرصدوا أي هزة أي هزة أرضية وفي حوالي 20 محطة في الدلتة خاصة بدراسة المباني تأثير الزلزال عن مباني طيب أنا هاجي للحتة دي بس أرضو قبل ما أروح للسطة يعني عايز أسأل حضرتك عن أنه يوم ما حصل الزلزال ده في تركيا وسوريا حصلت عندنا هزة وفي ناس كتير شعرت بيها ساعة 3 أو 3 أعتقد الفجر تمام هو الزلزال ده قوته سبعة وتسعة وده يعتبر من الزلازل الكبيرة الزلزال ده الموجة بتستمر بتتولد لحد ما وصلت هنا إحنا لو جينا نشوف شرق المتوسط نفسه الزلازل حتى في الأوانة الأخيرة بنتكلم أن مصر وخاصة إسكندرية والقاهرة بيشعروا بالزلازل اللي موجودة في البحر المتوسط سواء شرق جزير الكريت أو غرب جزير الكريت الزلزال ده حسنا به لأنه أكبر من سبعة فأيضا حسنا به يعني لما يكون الزلزال أكبر من سبعة درجات على مقياس رختر بنحس به بنحس به هو أكتر كمان من ستة احنا في حاجات كانت جنوب كبرص حوالي ستة وحسنا وده بسبب لو احنا جينا ندرس الزلازل التاريخية وتأثيرها على مصر كان فيه عالم يوناني اسمه أمبراسس كان عايش في اسكندرية وصف الزلازل التاريخية وتأثيرها قبل الرصد الحديث قبل محطات الرصد من الناس اللي كانت عايشة في الوقت ده ولقوا ان المتوسط بيأثر علينا هل لي علاقة بانهيار ببيوت ولا لا ده هو حتى كان بيعمل استفسار منه الا انها بترعب الناس على مدار العصر اللي قبل تسجيل البيانات الزلازل اللي قبل تسجيل البيانات الزلازل اللي قبل تسجيل البيانات الزلازل